الموبايل فاصل شحن كنت في العربية والشحن باز فاصل شحن فبقى 0 فدلوات عشان اشغاله وضعه في الشحن بس خلينا قبل ما نضعه في الشحن نفكر هل ممكن الانسان يبقى عامل زي الموبايل كده هو دلوات حتة حديدة حتى لو انت جاي بايفون 10, 11, 12 مالوش اي لازمة خالص بحثة حديدة مالوش اي لازمة ومش تدر تتواصل مع حد ولا تدر تقول ده ايفون زاكي ولا سامسونج ولا بيدخل ولا قامرة كل الحقيقة دي بقت سفر فالانسان برضو ممكن يبقى كده فاصل شحن مش بتكلم على الموت اللي بتكلم انه هو ممكن يكون عايش بس يعني فقد اسباب المعيشة يعني عايش لمجرد ان اتحار حرام عايش لمجرد ان يعني خلاص عايشين وخلاص اه غالبا اكترنا كده وبيحصل كتير مع الانسان كده نحس ان هو يعني ما في الشاحن فانت محتاج كل شوية تشحن طيب الشاحن يعني هنا ده لما باشحنه في حاجة بتزيد في حاجة بيعرض يعني لما بحطه في الشاحن هل هو حاكمه بيجبر بيصغر لا ولا حاجة خالص بس جواب تبقى فيه روح كده فيه حياة كده فانت محتاج كل شوية تشحن نفسك تمام يعني سواء على المساوات الديني الصلاوات بتبدأ تعرف ان انت لك هدف في الحياة ان انت بقى مخاكت الجنة والانستيرل اللي يعبدون تسعى ان انت تقدم حاجة للبشرية باش لازم تقدم حاجة بشرية بقى انت تخترع علاج لمرض لا يكفي ان انت تساعد اهل منطقتك تمام ممكن تقول انت مثلا مدرس فتقول انا خلاص الطلب اللي هم في الشارع بتوعي انا هبدأ ادرس لهم تمام انت مثلا دكتور تمام وبتعالج وبتكسب الحمدلله مبلا كويس خلاص انا اخصص وقتي ان انا اعالج الناس من اهل حي بتوعي باش قادرين خلاص هساعدهم مهندس فتقول خلاص انا اخصص جزء من وقتي لكده ده سبحان الله ده بيشحنك بتحس ان انت فعلا ده نفسه طاقة ومن ضمن الحياة برضو اللي بتشحن ان انت تسمع سيار الناس الصلاحين يعني اكتر من انت تقرأ في كتب الفقه وا 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 الحاجات دي اللي يديك وقود الناس دي كتعاملت ايه بيتعيش ازاي منهجة في الحياة بيبقى القصص دي سبحان الله بتدي الواحد طاقة اه انا هنفتي عمل زي ده نفسي عمل زي ده نفسي في المجال بتاعك سواء مسلا في مجال الطب بتبدأ تشوف مسلا نحمد زميل تشوف الدكاترا الكبار تمام اه 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 في المجال كل مجال طبعا بيابرز فيه ناس بتبدأ تشوف السيار بتاعاتهم الناس دي بدعت ازاي بتلاقي ان الموضوع ما كانش بدء سهل كلهم اجهوا صعبات اكبر بكتير جدا من انت بتواجهها بتلاقي ان الصعبات اللي انت حس انها عظيمة جدا وبالنسبة للناس ديت كتولى حاجة تمام ايرى مسلا قصة مادام كوري اللي اخترعت اكتشفت اليونانيوم وخدت جايزة نوبل مرتين تلاقي صعوبات رهيبة جدا 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 يعني سبحان الله كل واحد بتلاقي يعني عظيم لانه تغلب على العقبات العظيمة ديت فنفيش حد بيلاقي الطريق السعر لازم هتلاقي مشاكل في الطريق ولولا صعوبة الطريق لشكاكنا فيه تمام؟ الطريق اللي هو طول اليوم ان انام على ظهر يوم باتفرج على تلفزيون وبعمل مساج وحاجات زي كده مش هيوصلك لحاجة اللي بيوصلك فعلا ان انت تروح تطلب علم وان ان انت تجتهد وان ان انت تطوع وان ان انت تشوف مثلا جمعيات خيرية مثلا زي بنك الطعام او اي جمعية خيرية تثبت طبع فيها ده بيديك طاقة وبيديك حيوية حاول القادر امكان كل ما تلافذك المعنويات قلت تشحل نفسك تروح تشوف حد كويس وتقعد معين تمام؟ اقول له اه اتعالى اي مجرد ان انت تقعد معاه تشوف وشه وتشوف الابتسام وتشوف الرجل ده يعني عنده امل اه طب ده انا هدخل معاه تنافس تقعد معاه تقول تلاقي خط جايزة تقول طب اش معنى انا طب تبدأ التسعة انما عندما تروح تقعد الاهوة وتلاقي كل واحد اخر همه وشيش وكلا في العربيات وفي البيانات والحاجات دي تمام دي التفاهة والتفاهة دي بيش هتأدي غير التفاهة اكبر فيعني نريد ان نشحن نوباي لان هشحن نوباي لان هو فعلا فعلا بش هزار اوبصلا شحن خالص فهشحنه ونبدأ ندور على الحاجات اشحن بها معنواية اشوف كده حد بيحكي عن قصة الحين اشوف حاجة اطبع فيها اشوف حاجة اعملها ايصال لاخر قوان تبدأ تشحن حياتك وتبدأ تحس بالحياة اشتركوا في القناة